الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الأفاضل أرحب بكم في هذا العدد الجديد من هذا البرنامج ضيفي لهذا العدد هو الدكتور وسعادة النائب بمجلس النواب البرلمان الأردني الدكتور محمد نوح القضاة هو أيضا داعي ومفكر إسلامي معاصر ووزير لشباب والرياضة في وقت سابق وأيضا وزيرا للأوقاف هنا بالمملكة الأردنية الهاشمية أرجو أن تبقوا معنا مرحبا بك دكتور أهلا وسهلا بكم يا مرحبا شكرا لك على تلبية الدعوة بداية نحن تعرفنا عليك من خلال طبعا النات ومن خلال نشاطاتك نتعرف على حياتك منك أنت يعني دكتور بداياتك ونشأتك وحتى وصلت إلى بسم الله الرحمن الرحيم النشأ كان فيها تأثير قوي من سمحة الشيخ نوح الوالد رحمة الله عليه والسبب في ذلك أنه هو نحن رأينا الدين قبل أن نسمع بالدين فنحن كنا نرى نموذج من النماذج الدينية نموذج في الأمانة في الصدق في المودة في الإحسان للآخرين في طريقة التعامل مع الزوجة مع الولد مع الجيران فكنا نرى النموذج الديني وخاصة أنه سمحت الشيخ رحمة الله عليه التسلم عدة مواقع قيادية سواء ما كان منها في القوات المسلحة كضابط ومنها ما كان مدنيا كقاضي القضاء ثم مفتي المملكة أو سفير في طهران فهو التشكل في عدة مناصب وبقيت الخامة واحدة هذا يؤدي إلى وجود قدوة ولذلك الآن أمة الإسلامية هي غيبت عنها القدوات ففضل الله عز وجلك كان لدينا قدوة متحركة عن الدين فما كنا نرى أن الدين منفصل عن الحياة يعني كنا نرى أن طريقة معيشة الدين هي الطريقة التي ينبغي أن نعيش عليها فكان هذا له أثر كبير صراحة في شخص العبد الفقير وفي إخوتي طبعا دكتور أنت تأثرت بالقيادة المحمدية وطبعا نشرت في هذا المجال لماذا اخترت هذا المجال؟ وكلمنا على هذا النهج وعلى هذه القيادة الذي أنت تسعى إلى تطويرها وإلى إنجاحها طبعا في كل زمن يجب أن يكون هناك أشخاص يحملون الدين على عاتقهم ولذلك أنا مع كل الألقاب التي وردت وزير ونائب إلى غير ذلك أنا أعتبر نفسي وأسمي نفسي خادم للدين لأن الله عز وجل إذا استخدمنا فقد أكرمنا وعندما ترشحنا الانتخابات كان الشعارنا اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا بوجهة نظري إذا ربنا سبحانه وتعالى استخدم عبدا فقد أكرمه وغاية إكرام الله للعبد أن تكون من المستخدمين عنده هذا الاستخدام يؤدي بك أن تصبح نموذجا للآخرين ولذلك المجتمعات الآن تحتاج إلى من لا يحدث عن الإسلام بقدر أن يعيشها الإسلام من أجل ذلك أن شان جمعية الشيخ نوح للرفادة وهي جمعية تعنى بالفقراء والمساكين والمحتاجين من أجل هذا أيضا منهج أن شان إذاعة يقين وهي إذاعة اجتماعية بطابع ديني أو ديني بطابع اجتماعي تجمع ما بين الطرفين بفضل الله عز وجل أصبح لها اليوم مشاهدات كثيرة أنشأنا من أجل هذا مدارس أسميناها المدارس المحمدية ومدرس أسميناها مدرسة يقين نحن نريد أن نعطي النموذج الصحيح للدين خاصة للشباب اليوم شبابنا يحتاجون إلى قدوة إذا لم تكن قدوات موجودة أمامهم فمن الصعب أن تحدثهم عن الدين وإنت اخترت خير قدوة وهو المحمد عليه أفضل وصلا يعني سيد الأولين والآخرين نعم من بين نشاطات التي طبعا قمت بها حملة اركب معنا في توليك لحقيبة وزارية في وقت سابق كلمنا على هذه الحملة وما هي الحملة القادمة إن شاء الله في أثناء تولي مهام وزير الشباب والرياضة كانت تركيز كله على الرياضة وتركيز الناس أن هذه الوزارة موجودة من أجل فقط الرياضة علما هي وزارة الشباب والرياضة فكان لابد من زرع الموضوع الفكري فيها فكانت لدينا بفضل الله عز وجل مبادرة يعني لم يكن لها سابق في عالمنا الإسلامي وهي أن تجمع الناس في الملاعب الرياضية نحن في المملك الأردنية لهاشمة لدينا الكثير من المدن الرياضية فأكرمنا المشايخ والعلماء جزائهم الله وخير للجزاء الشيخ محمود المصري والشيخ عالقرن وأخونا مصطفى حسني بأن تواجدنا الأربعة في مكان واحد وبناء على ذلك زرنا خمس مدن رياضية وزرنا سبتاشر جامعة وكان هناك عصف ذهني وفكري للناس أن يسمعوا ما هو الإسلام تحدثنا عن أمانة المسؤولية تحدثنا عن المال العام تحدثنا عن الأخوة تحدثنا عن سماحة الإسلام وسبحان الله كان هذا قبل أن يكون هناك الثورة التكفيرية في العالم الإسلامي أو قبل أن تكون الثورة الإرهابية بمعنى أن السير على منهج النبي عليه الصلاة والسلام هو منهج علاجي وتحصيني فكانت حملة إركب معنا شارك فيها ما يزيد على ربع مليون شاب فقط من داخل المملكة كانت حملة تنويرية ما هو الإسلام ما هي طبيعة الإسلام وامتلأت بفضل الله عز وجل المدرجات الرياضية بالمشاهدين الذي كان ملفت للنظر أنه نحن تعودنا في ملاعبنا بعد انتهاء المباراة الرياضية يكون هناك تكسير والشتائم إلى غير ذلك يعني أنا أقول للمشاهدين من منكم يستطيع أن يأخذ أخته أو بنته إلى ملعب رياضي لا يستطيع لأن الألفاظ إلى غير ذلك بفضل الله تبارك وتعالى كنا ندخل في الاستاذات الرياضية والمدر الرياضية ثم تكون بعد ذلك الخسائر صفر لا يوجد أي كرسي قد كسر لا يوجد أي إيذاء لا يوجد أي إهانة لأي شخص موجود نحن أردنا أن نعيش حياة الإسلام وليس نظرية الإسلام طبعا دكتور نتكلم الآن على المؤسسة التي تشرف عليها أو قبل أن نتكلم على هذه المؤسسة الصفات التي تميزك عن بقية إخوتك في عائلتك طبعا هو عمليا لست بأفضلهم أنا إخوتي ستة منهم نحن يعني عشرة وتسعة وفتاة واحدة من التسعة ستة أكملوا الدكتوران منهم أربعة في الشريعة واثنين في غير الشريعة والباقي في الطريق لكن الذي أقول أنه إخوتي منهم أفقه مني علميا وأخي الأكبر هو أيضا كان عقيد في القوات المسلحة لكن قد يكون أنا لدي استخدام ولا أقول استغلت استخدام للأسلوب الإعلامي بمعنى كان ليه هواية في موضوع الإعلام والشاشة وكان لدي ثقة تامة بأن حديث العصر اليوم سيكون إعلاميا أكثر من كونه وعظيا أو مسجديا وأن ما تستطيع أن تقول للناس في الشاشة يصل أكثر أضعاف مضاعف من ما تقوله في المسجد فيبدو أني قد استخدمت الإعلام مبكرة من حيث الفيسبوك أو التويتر أو الإذاعة والتلفزيون مبكرا هذا أدى إلى أن ينظر إلى العبد الفقير على أنه لكن عمليا أنا أعرف في قرارة نفسي أن من إخوتي من هو أفقه مني في المعلمات الشرعية نتكلم الآن عن المؤسسة التي ذكرتها مؤسسة نوح للرسادة نعم كان رحمة الله عليه سيدنا الشيخ نوحي بيقول لو معي فلوس ما بخلي مسلم جائع فعندما توفي سماحة الشيخ رحمة الله عليه أردنا أن نقوم بعمل خيري يبقى على صدقة جارية فأنشأت جمعية سميتها جمعية الشيخ نوح للرفادة وهي تعنى بالغذاء والكساء والدواء وبدأ الإخوتي يعني يضعون المال وصدقات ومزكوات في هذه الجمعية وسبحان الله كيف ربنا سبحانه وتعالى وضع فيها البركة فوجدت أن الأموال بدأت تأتي إليها والصدقات والزكوات مما أدى إلى أن نتوسع وكان الهدف أن تكون في محافظة واحدة محافظة عجلون التي منها سيدنا الشيخ نوح رحمة الله عليه وإذا بها تعم كل أرجاء المملكة وتتوسع ويصبح لديها السيارات ويصبح لديها الإمكانيات أن تغطي كثير وهذا سبب طبعا الثقة نعم كلمنا على انتقالك من الدعوة الذاتية أو الشخصية إلى الدعوة ذات المسؤولية كيف دخلت هذا المجال أيام ما كنت في وزيرا للشباب كانت لدي تحدي كبير وهو هل يستطيع الخطيب أن يطبق ما كان يخطب به على الناس بمعنى أن الناس كان يرون محمد نوح خطيبا ويتكلم بالعدالة ويتكلم بالأمانة ويتكلم ويتكلم فعندما يتولى المسؤولية هل يستطيع أن يطبق ما كان يتكلم به فكان التحدي الأكبر هل يستطيع المشايخ أو العلماء أو طلاب العلم الشرعي أن يطبقوا على أرض الواقع ما يتكلمون به أما أن هذا نظر وهذا شيء آخر وكان هناك إثبات بفضل الله عز وجل وهذا النجاح من الله أن ما نتكلم به من منهج ولا أتكلم عن شخصي أن المنهج الذي يطبق منهج الأمانة والعدالة من الممكن أن يصبنا إلى متاج نعم يتنوع الدعاة في الوطن العربي لكن الشباب الجزائري يحتاج شيء من الدعاة ما هو الشيء الذي يحتاجه الشباب عموما من الدعاة وما هي الأشياء التي وجب على الدعاة تقديمها للشباب دائما أبدا الداعي يجب أن يسأل نفسه السؤال من هي الشريحة المستهدفة؟ يعني عندما تسلمت وزارة الأوقاف أنا جمعت المشايخ والأمان قلت من هي الشريحة المستهدفة؟ قالوا كل المسلمين قلت هذا أول خطأ نقع به عندما نقول كل المسلمين نحن الشريحة المستهدفة في المساجد هي من عمر 12 إلى عمر 25 عام هؤلاء هي شريحتنا المستهدفة وهؤلاء يجب أن نبحث ما الذي يجذبهم حتى نسوق بضاعتنا وهي الإسلام وبالتالي أنا أعتقد أنه أحيانا يكون هناك خطأ في طريقة تسويق الإسلام أنا باعتقادي أن الإسلام بضاعة رائجة ولكن التاجر أحيانا يفشل في ترويجها لأن لديه قصور في معرفة حاجات الناس يجب على الداعية وأنا لا أوجب على الناس ولكن أذكر نفسي أن الداعية يجب أن يخاطب الناس بحاجاتهم وليس بتطلعاتهم ويخاطب الناس بنواقصهم التي يحتاجون إليها وليس بنظرياته ويحتاج أن يتكلم مع الناس بلغتهم وليس بلغة الفقه هو يفهم الفقه لكنه يتكلم الناس بلغتهم لغة الشباب اليوم اللي هي السوشال ميديا ولغتهم الرياضة ولغتهم الإعلام فيجب أن يتخاطب الشباب بهذا الناحية أنت لا تستطيع الآن أن تلز شيئا وتقول لهم أفرض عليكم الصلاة قبل أن تفرض الصلاة يجب عليك أن تربطهم بالله وقبل أن تقول لهم يجب أن تتبع السنة يجب أن تعرف من هو النبي فإذا أحب النبي وأحب الله اتبع وحده إلى غير ذلك ومن هذا المنطلق دكتور بما أنك داعي أو مفكر إسلامي كيف تؤثر على الشباب كي يكونوا قادة محمديني التأثير على الشباب أولا يجب أن تكون بلغتهم ولغة الشباب اليوم لا يصلح فيها بوجهة نظري طبعا كل بلد مختلف عن الآخر أتكلم عن الأردن الحديث مع شباب الأردن لا يصلح معه اليوم أنه أكون لابس الحطة والعقال أو الغترة والثوب يجب أن تكون من لباسهم الحديث مع الشباب اليوم أن تنتقل إلى أماكنهم أن تذهب إلى جامعاتهم أن تتكلمهم باللغة التي يتكلمون بها أن تكاشفهم بالأشياء التي يستحون أن يتكلمون بها يعني أظن أن العبد الفقير عملت أربع أو خمس محاضرات عن موضوع الحب الحب يستحي الشباب أن يطرحوه أمام المشايك والأمام الدعاء أنا بادرت بعمل محاضرات عن الحب وبينت لهم ما هو الحب ومزحنا وتكلمنا هذا يجذب الشباب عندما يشعر الشاب أنه لا حواجز بينك وبينه وأنك تخاطب تفكيره الباطني وليس مجرد التنظير عليه هو في وادين وأنت في وادين عند ذلك تستطيع أن تكون قريبا منهم دكتور أنت لك ألقاب بعدها أنت معالي وزير وأيضا دكتور وداعية وسعادة نائب أيضا أي الألقاب يفضل أستاذ ذكرت لك أن أحب أن أكون خادم للدين وهذه الألقاب إنما هي وسائل من أجل غاية كل المناصب كل المناصب يجب أن يكون لها غايات إذا لم يكن لها غاية فالمنصب فاشل وهو حسرة يوم القيامة الوزارة هي وسيلة لخدمة الدين وقد فعلت بفضل الله عزيزي عندما كنت في وزارة الشباب والرياضة التي يعتبر الناس أنها وزارة لا تعنى إلا بكرة القدم ولا تعنى إلا بكرة السلة ولا تعنى إلا بال ومع ذلك تحولت هذه الوزارة إلى أن تصبح وسيلة لخدمة الدين وخدمة البلد كل المناصب إذا لم يكن غايتها خدمة الدين لأنه هي الحقيقة الثابتة في حياتنا ومع ذلك هو كله متغير إذا لم يكن هدفنا خدمة الدين فنحن سنخسر في الدنيا والآخرة ولذلك الهدف الأكبر أن نكون خدما للدين المناصب التي شغلتها والتي كنت فيها أرجو الله عزيزي أن يكون فعلا قد استخدمت من أجل خدمة الهدف الأكبر ما هو الجديد القادم الذي ينتظر طبعا دكتور محمد نوح الكبات الآن لدينا مشروعين المشروع الأول في موضوع المدارس والمناهج ونحن نخطط إن شاء الله لوضع منهاج يكون معاصر ولكنه بنفس الوقت يحاكي القيم التي نريدها لأن لا نستطيع أن نفرض على الناس شيء ولكن نستطيع أن نحاكي واقعهم لكن بقيم دينية والأمر الآخر إن شاء الله يكون تسجيل برنامج جديد إن شاء الله تلفزيوني إن شاء الله دكتور كلمة ختمية توجهها لكل الجمهور الجزائري الذي يتابعونا ونحن طبعا في شهر فضيل شهر رمضان المبارك والله الكلمة التي أقولها لأخوتنا في الجزائر ولكل أخوتنا في عالمنا الإسلامي أن نحن أمة لا تيأس ونحن أمة تنظر بنور الله عز وجل وربنا ذكر هذا في القرآن الكريم قال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من نصر وعز وسؤدد حتى يميز الخبيثة من الطيب نحن الفتن التي نتعرضها اليوم والهزات التي نتعرضها اليوم هذا قدر الله عز وجل يميز الخبيثة منها من الطيب ويميز أولئك الذين يتمسكون بالإسلام على ضعفه ويقفون إلى جانب الإسلام رغم فرقة أهله ليميزهم عن أولئك المصلح جيون الذين يقفون مع الإسلام عندما تكون لهم مصلحة الشدائد التي يمر بها المسلمون اليوم لا بد أن تنجلي والشدة التي نمر بها اليوم سيكون بعدها فرج شديد نحن لا نيأس ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول أن المجتمعات قد خربت وأن الأمة الإسلامية مدمرة انظروا إلى الأقصى انظروا وانظروا إلى ذلك نحن نقول مر النبي بأسوأ من هذه الظروف ومع ذلك كان يقول الله أكبر فتحت المدائن الله أكبر فتحت بصرة الله أكبر وفعلا جاء الوقت وأريد هنا في الختام أن أذكر قصة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتح من القسطنطينية ونعم الجيش وجيشه ونعم الأمير أميرها كان خطباء الجمعة في بغداد يخطبون بهذا الحديث وفي نفس الوقت كان خليفة المسلمين قد شدت يداه إلى عنقه وكحل بمكحل من حديد محمى فسالت عيناه ثم وضع في خيشة من أوشوال ماذا تسمونه من الشيد وألقي في البحر فمات خليفة المسلمين حريقا وغريقا وأعمى وخطباء المسلمين يقولون لا تفتح من القسطنطينية ولو عشنا ذلك الزمن سنسمع همسا من بعض المنافقين الموجودين يقولون الخليفة لا يستطيع أن يحمي نفسه وانظر ماذا يقول الخطباء ودارت الأيام وصدق رسول الله فتحت القسطنطينية وكذب المنافقون مشكلتنا اليوم بيننا كثير من المثبتين الذين يقولون ذهب الإسلام اليوم الأخلاق سيئة الشباب خربانون الشباب مبتعدون عن الإسلام نحن بفضل الله عز وجل نثق بوعد الله وأن العقبة المتقين وهذا قريب نعم شكرا لك دكتور ومعالي الوزير سيبق شكرا على هذه المقابلة نلقاك إن شاء الله في فرص أخرى بحول الله أما أنتم مشاهدي الكرام في الختام يسعدني أن أشكركم على طيب إصرائكم وكرم متابعتكم تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق التقني العامل معي ألقاكم في العدد القادم بحول الله تعالى دمتم طيبين والسلام عليكم